لبنان ليس بخير الأزمة الأكبر اقتصادية بامتياز أما عمق الأزمة فهي سياسية يسيطر عليها لعبون سياسيون يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الوطن انتهت ولاية الحاكم رياض سليمة والأزمة مستمرة إرث كبير بات بيد نواب الحاكم الذين يحاولون الهرب من أزمة اقتصادية أعمق خصوصا وأن القوى السياسية تحاول فرض سياستها على النواب فيما البلد يعيش فراغا في رئاسة الجمهورية وجزءا كبيرا من المؤسسات ما مستقبل لبنان الاقتصادي وهل نواب الحاكم سيستطيعون الحد من نزيف النقدي الدولار والحاكمية والمال العام ملفاته نناقشها مع نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور غسال عياش ضمن استوديو لبنان الكبير أهلا وسهلا دكتور أهلا الله معي شكرا لدعوتكم مرسي يعني بداية أزمة الدولار صار لها ست سنين بلبنان صار لها ست سنين الشعب اللبناني واللبنان بأزمة اقتصادية صعبة عم يستصعب الخروج منها انت لاقا من خبرتك المالية الدقيقة لكيفية أيضا إدارة الأمور بلبنان برأيك هل لبنان موجود أو وقع بمستنقع أسود أسود عفوا يصعب الخروج منه يا صعب الخروج منه لألك ليش السبب يعني الأزمة اللي وصلنا لها هي تراكم مش 30 سنة بس أكتر يعني من إذا بدك من سنة 1985 1987 كان في مشكلة هي عدم توازن مالية الدولة نعم والدولة كانت عم بتعالج الأمور بالاستدانة بس كانت المشكلة صغيرة كبرت بعد 93 كتير لأنه كما كبرت التزامات الدولة وصاروا بحاجة لمزيد من الاستدانة مما كون جبل كبير من الدين العام هلأ إذا بتقليلي أنه كيف الخروج بدنا نخرج بنفس الطريق اللي فتنا فيها يعني بدوا إصلاح مالي لمالية الدولة بس هيدا مش كلبي بتتم يعني هلأ بقليك قدية صعبة مفروض هلأ أنه ينعمل موازنة على خمس سنين وتكون قابلة للتطبيق وبهالموازنة هيدا مفروض كمان أنه يكون فيه يبين على أنه هناك خروج من الأزمة يعني هبوط تدريجي بعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي وهبوط بالدين العام بس لحتى نعمل هاي في يعني بديهيا تخفيض النفقات وزيئة الإرادات نعم نحنا هيدا منعاني مننا بالبلد الإرادة نعم الاتنين منهم مقبولية شعبيا يعني شوفي يعني السياسيين عم بيجيروا للشعب مت ما بدكن منعمل نعم بس بهم يضلوا هني متماسكين بالسلطة مسكين السلطة وعم بيصرفوا على زوءهم لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحتهم الزبائنية بينما السقافة الشعبية يعني نعم انه بدون يزيدوا الكهرباء بيطلع ضجي وصريخ ونقابات بدون يزيدوا الانترنت كمان التليفون الجماريك طيب إذا ما زدت الإرادات كيف بدك ترجع تجلس الوضع ولكن نحنا اليوم نعاني بأزمة اقتصادية خانعة يعني ما هو كل زيادة بالإرادات وبالضرائب هيدا الشي عم بيأثر على حياة المواطن اللي مازال بعضه بيطقضى يعني فينا نقول بعد العالم عم تاخد الحد الأدنى للأجور نظر بس انت كيف بدك تطلع من هالموضوع يعني بمعنى انه كيف بدنا الموازن يخفف عزة تخفيف كتير كبير يعني بدون زيادة الإرادات وتخفيد النفاقات انا بنحكي تخفيد النفاقات بيقولولك الانفاق الاجتماعي انا مش عم قول الدولة مع حق الشعب هلط نعم انا عم قول الدولة دايما بتراعي هالمزاج الشعبي وبتكذب عليه انه طيب ما بدك إرادات بلا إرادات ما بدك درائب بلا درائب بيراكموا ديون انه المستقبل بحله وصلنا للمستقبل اليوم نعم اليوم اذا ما فيه اصلاح مالي جدة ما فيه مخرج من الأزمة برأيك هل الحل سيكون سياسيا وينعكس بعد ذلك اقتصاديا أم صعبة المدخل الوضوع السياسي لابد منه نعم يعني انتظام الحياة السياسية انتظام الحياة الدستورية احترام الدستور العلاقات ما تكون متوترة بين أطراف السياسي وبالوقت الحاضر ما يكون فيه فراغات يعني مفروض انتخاب رئيس جمهورية بس ما منا خطوة لوحدة يعني هي قدية صعبة رئيس جمهورية بده يوليه تشكيل حكومة والحكومة لازم تكون عندها برنامج نعم وما تكون متناقضة مع الرئيس ويصير تعطيل مثل ما صار بعهد الرئيس بشيل عون نعم يعني تشكيل الحكومة وعمل الحكومة ساحة حرب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لما بده يدخل رئيس الجمهورية أيضا بالحكومة وبالرئاسة ويفروض طرحات معينة بده يصير ايه تمسك بحق دسطورة انه هو بيوقع على تشكيل الحكومة بس أنا رأيي انه هوني هيدا يعني تعصف باستعمال الحق يعني استعمال الحق بطريقة عطرت البلد نعم كنت أساسا الحكومات يعني عم تتأخر لتتشكل عمينا عجز المدخل السياسي ضروري رئيس الجمهورية لابد منه نعم حكومة ذات رؤية وعندها برنامج وتكون متوافقة على البرنامج مع رئيس الجمهورية ومع كتل السياسية قد بدنا رغنوصل له هيدا ما بعرف خاصة يعني بظل هيدا التركيبة القائمة بالبلد فالوضع مزيد امتقالا يعني يمكن القول اليوم انه لبنان ما بعد نهاية نهاية او انتهاء ولاية رياض سلامة ليس كما قبلها او عم نشوف هيدا الشي يترجم بخطابيات واقويل نواب الحاكم يعني من هون بدي اسألك عن ما يقوله النائب منصوري اليوم كيف تقرأ هذا الكلام هل هو فعلا يطبق على ارض الواقع بظل التركيب القائمة بالبلد شوفها يعني الخطة كانت وقت رياض سلامة كنا عم نحكي على الدولة نعم بانه بتقوله للشعب ما تدفع ضرائب ما تدفع كهرباء ما تدفع انترنت اوكي الاخر الشي وصلنا لكارسي بشكل بوازي لقلة كان هو سياسته تسهيل تمويل الدولة انه بعدين بحلة الله بحلة فهيدي قدت الى تسهيل الدين العام وتسهيل الاستداني وتسهيل العجز وكمان قدت لا استنزاف احتياطات مصر في لبنان بالعملات الاجنبية سنة 2015 خلصت احتياطاته الخاصة يعني كل شي باخر دولار بيملكوا راح لجأوا للموديعين ودائعوا الموديعين واللي استعملوا فهيدي الطريقة سيئة هلأ نواب الحاكم اجوا بوقت بشكل انه هالامور هايدي استنفدت ما بقى فيه مجال يعني ما بقى فيه احتياطه وما بقى فيه وديع مصاري بمصر في لبنان كل شي ستعمل فاللي عم بيطالبوه اللي عم بيطالبوه فيها لأنواب الحاكم والدكتور منصورة يعني انا عم شوفه هاكي بشوفه تشريع تصرفات الحاكمية يعني اعطاء الشرعية لتصرفات او لسياسة الحاكمية بدكني انا نحنا نضخ من ما تبقى من الاحتياطة الالزامة بدنا موافعات مجلس النواب ولكن مجلس النواب نحنا هلأ يعني بفراغ قاتل يعني في حال لم يتمكن مجلس النواب لنا الانعقاد وانه لوين وصلين بس شوفي انا فكرتي انه هني بدون يشرعوا تصرفاتهم بدون غطاء شرعي بس الغطاء الشرعي ما بيحل المشكلة يعني مثل كانوا مريض بحالي كتير صعبة جابوا له حاكيم طلبت حاكيم وراءه مستندات من اهل المريض انه اذا صروا شي انا ما خصني بس ما حلينا البرد بعد ايه بس ما حلينا المرض طب اليوم يعني النائب منصوري يرفض اقراض الحكومة يعني 200 مليون دولار بالشهر لا هو عم بيقول مستعد 200 مليون دولار بالشهر نعم على 6 شهر بس يكون فيه قانون يغطينا كيف هذا الشيء يعني قانون يغطيهم قانون بيقول انه يسمح لمصرف لبنان انه يتصرف بالاحتياط الالزامي بحدود 200 مليون دولار على 6 شهر انا اكيد 200 مليون ما رح يكفوا وبعد 6 شهر رح يمددوا لها القانون بعدين فيه نقطة كتير مهمة انه هذا القانون انه اذا غطى انفاق الدولة يعني يقول له حق مصرف لبنان يقرض الدولة فيه نوع تاني من الاستنزاب بالاحتياطة ما حدا تطرق له وهو التدخل بسوق القطع نعم للجم انهيار الليرة هذا شيء اذا نواب الحاكم الحاكمية هلأ بعصرها جديد ما بدها تتدخل يعني الدولار مهدد بارتفاعات كتير كبيرة انا ما بقول انه هنه لازم يتراجعوا انا بقول لازم الدولة والقوى السياسية تسلك مثلك الحل السياسي نعم ولكن دكتور غسان يعني نواب الحاكم كانوا مع الحاكم طيلة السنوات الماضية يعني هنه كان بامكانهم عدم السير او الاعتراض على قرارات الحاكم وعلى سياساته لماذا لم يعترضوا على هيدا الشيء يعني ليش اليوم طلعت الصرخة وما كنت طلعت قبل الولاية الحاكم المركزي سالانك انا ما شغلت نعم اني دافع واحكي باسمهم نعم طبعا طبعا هنه بيجاوبوا عن هالنقطة هايدي بس اللي بدي اقوله انه الظاهر بمجلس النواب بيّن من خلال الكتب اللي قروه انه هنه رفعوا كتيب لوزير المالية قالوا له نحنا مش موافقين على هالسياسة هاي يعني نعم ما بعرف ازا هاي بتغطي جواب على سؤالك ولا لا بس هنه قالوا بس ليش ملاحقوا انا نعاشت مرة قبل الازمة هاي نعم مع احد نواب الحاكم قال لي نحنا صلاحية القرار لألنا كمجلس مركزي بس التنفيذ عند الحاكم بنفس عزوئه طيب ازا ما بدون يوافقه شو بيدعوا عليه على مجلس شورى الدولة يعني تصوري انه نواب حاكم مدعيين على الحاكم امام مجلس شورى الدولة لابطال قراراته وضع صعب يعني بس لأي مدى كان لازم يوصلوا بمعارضتهم هيدا شي هنه بيدافع عنه لو لو غسان عايش دكتور غسان عايش هو كان النائب الاول اليوم اي سياسة بيتبعه لمثل انعاش الوضع الاقتصادي بلبنان الى حين تعيين حاكم جديد لا خليها مفاجئة حتى اطلع نائب اول وقت قبل ما راح احكي لا اي سياسة انا شخصيا بالمبدأ كنت دايما اقول وحكيتها قدام الحاكم السابق والحاكمية السابقة انه انتو بترك دولة تمولوا عجزة دولة يعني الحاكم السابق كان يركض ليمول عجزة دولة انا رأيي انه تنرمط الكرة بوجه الدولة نعم يعني انه ما في مصاري ما فيه خليها تبرغ المشكلة قد ما تبلغ يعني انه فلوس ما فيه بتكن تصرفوا جيبوا ضرائب جيبوا ارادات فانا مع مواجهة الازمة بهاي الطريقة نعم انتلاعا انه حضرتك ما فيه مصاري ما فيه فلوس اليوم يقال انه شهر ايلول سيكون من دون رواتب واجور او انه ستكون بالليرة اللبنانية بدايا على قراءتك المالية الدقيقة هل نحنا نتجه الى ارتفاع جديد بسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية ام لا ما فيه شي بيوحى بانه الوضع النقدي بنيحة او انه الليرة بخير نعم نعم يعني انت عبدنا ندمج موضوعين ببعض فيه موضوع سعر الصرف نعم سوق القطع وفيه موضوع توفر اموال عند الدولة لتدفع الرواتب لا تعطيها الرواتب انا لحد هلا من يفهمين ليش بيدفعوا الرواتب بالدولار اللي هلا بيقولوا الرواتب القطاع العام عم تسوي 80 مليون دولار نعم اوكي ليش بالدولار مفروض تكون بالليرة نعم الدولار يعني استنزاف تانيا الدولة ما بتطبع دولار من هين بده تجيب يعني من هين بده تجيب البنك المركزي فانا بعترض على سياسة الدفع الرواتب بالدولار بقول ايه طبعا بالليرة الليبنانية هلا الليرة الليبنانية شو الخوف انه اذا كبرت الكتلة النائدية بالليرة بصير فيه خطر على صار الصرف نعم طيب انه اخر شيء الدولة بده تتحمل مسؤوليتها باجراءات سياسية واقتصادية حقيقية مش الاعتماد دايما على البنك المركزي على قروضه وعلى سياسة النائدية نعم انت لان من حديثك حضرتك قلت لي انه هيدا الشيء ربطا بسعر صرف الدولار لننتقل على منصة صيرفة منصة صيرفة هيدا التدبير الذي اتخذوا الحاكم انه كان لجم الدولار يعني لهيك مثل استقرار الامور برأيك يجب الاستمرار بمنصة صيرفة ام انه هناك قلية جديدة يجب اعتمادة بهيدا الاطار انا بشوف انه منصة صيرفة كانت تؤدي الى استنزاف غير مبرر بالاموال بالعملات الاجنبية يعني كيف مقلنا وكيف مقلنا بناها منصة صيرفة تؤدي الى استنزاف احتياطات البنك المركزي وموجوداته بالنقد الاجنبي وهذا استنزاف غير مبرر هلا كان الحاكم يعني ايش بقوله عنه شاطر انه كان احيانا ما يخلي يصير في هبوط بحجم الاحتياطي طبع مصر في البنك كان يشتري من السوق بالليرة اللبنانية بالغالي وبيعه بالليرة اللبنانية للمصارف بالنائس نعم برخيص هايدي بتؤدي شو انه في خسائر على مصرف لبنان والخسائر على المدى المتوسط او القريب او البعيد بده تؤدي لزيادة بالكتلة النائدية وانهيها على المصار الصرف بس متل كل شي انه خلينا لبعدين انا شخصيا مني مع صيرفة يعني اليوم يحكي عن منصة جديدة ما رأيك فيها؟ المنصة جديدة يعني حتى اعتمد نفس اسلوب صيرفة هلا حكوا فيها ووقف الحكي نعم تمام حكوا على بلومبرغ او رويترز هايدي اذا صارت هيك تؤدي لشي واحد شفافية العمليات نعم والبنك المركزي بيقعد عجنب بس شفافية يعني بمعنى انه بتصير العمليات واضحة لانه هلا بصيرفة مش واضحة كتير للعمليات يعني يخشى انه يكون فيه وراء الاكمامة وراءها طيب امنها الشفافية بس بتعرفي بلبنان السوق القطع باتجاه واحد لو اجوا كلهم يوما ما عبل بلومبرغ بديو يشتروا دولار كل الناس شو بيصير اذا البنك المركزي ما تدخل بديو يرجع يتدخل نعم اذا ما تدخل بيصير فيه كوانس ثاني يوم بديو نبيعوا كلهم البنك المركزي شغلته منعت تقلبيت الحادي بسوق القطع احدى الوظائف طبعا نعم فهو بيتدخل بائعا او شاريا حسب الظروف فانا الخلاصة انه المنصة الجديدة اللي عم يحكوا فيها بتأمن الشفافية بس ما بتحول اكيد دون استنزاف احتياطات البنك المركز يعني سنعود لنفس مشكلة طبعا صغيرة فا باستنزاف عفوان الاحتياطة بالمصرف المركز نعم يعني بدو يجي وقت البنك المركزي يقول لبلومبرغ كل الناس عم بدون يشتروا دولار انا ببيع يعني وما ظننا نعم ما في فكرة جديدة من الطرح لا طب برأيك ما الحل الانسب بهيدا الحالي نلغي صيرفة ونلغي العمل ب نلغي عفوا العمل بالمنصة الجديدة اللي كان يحكى عنا وتوقف الحكي عنا نعم انا بعتقد صيرفة اكيد لازم توقف نعم وقصة مبدأ دفع الرواتب بالدولار ما بفهمه نعم ومنه طبيعي يعني ببلد ما في ولا دولار يعني عم يجي انه بصعوبة عم تيجي الدولارات شو بدي يدفع بالدولار خطوات سياسية هلأ مهمة تؤدي الى انفراج السوق والى التحرير الليرة من الضغوط اهم مع الرئاسة انتخاب رئيس للجمهورية بتحل؟ بتحل انتخاب الرئاسي خبر كثير عظيم ولكن لفترة بدنا نشوف بعدين كيف بده يشكل الحكومة ومدى انسجامه مع رئيس الحكومة ومدى صهولة تشكيل الحكومة والدير الحكومة عندها برنامج اذا بيوجه انتباه الرأي العام لهذه الورشة السياسية بيتحسن وضع الليرة اما اذا بدنا نعتمد برجع بقول فقط على اللعبة النائدية والتدخل وسوق القطاع واحتياطات البنك المركزي ما فيه امل ما فيه امل اليوم تدرس الموازنة بمجلس النواب وفيها العديد من الشوائب وايضا يعني هي مثل عم بتزيد الاوجاع على جيبة المواطن اللبناني برأيك في حال اقرت هذه الموازنة كما هي حاليا بمجلس الوزراء الواقع حسير بعدين هل المواطن اللبناني قادر على هذه الخطوات لا المواطن اللبناني ما نو قادر لكن اليوم هي الموازنة اعباء كبيرة على الناس من خلال الرسوم يعني الرسوم ما بتأمن العدالة الضريبية لانه بتشمل كل الناس مفروض يكون فيه سياسي ضريبية تغرم اصحاب المدخيل المدخيل العالي اكتر السروات الكبيرة نعم اه اكتر يعني بالعلمة الضريبة الاهم هو المدخيل نعم لانه السروات ما بينفرض عليها ضرائب مبدئيا نعم على المدخيل لمصلحات اصحاب المدخيل الديئة فاليوم عم تجي هالحكومة تزيد هالرسوم هاي مقابل شو انفاق كله رواتب نعم وشوي فوايد دين عام طب هلا هي خلقة الدولة كجهاز او لا تغزيتم هالكلمة حيوان بس من طعميه يعني ناخده ضريب من طعميه هو شو بيعمل؟ يعني الدولة شو بتعمل؟ يعني الدولة بحاجة لسياسة اجتماعية نعم لسياسة صحية لسياسة تربوية بحاجة لتشجيع الاقتصاد رأيك هل ستقوم بالاصلاحات المطلوبة منا؟ هذه يعني لا بس انه عم اقول انا يعني انه الدولة ما بيكفي انه امنا ثلاثة ارباع الرواتب من خلال الضرائب شو عملت الدولة كجهاز يعني انه هلأ رح تقوم بالاصلاحات الاصلاحات اللي نحكي عنها مع صندوق النقد الدولة تماما قربت على هالموضوع انعاش الاقتصاد باطار الوعود يعني اذا بتقريها ما في شي ملموس ام تا بدو يصيره روزنامة وهيكي يعني نعم بعدين الدولة اذا بتاعمل سياسة تنمي انماء ونمو اقتصادي بدو يكون عندها قدرة على ضخ اموال هادي ما في مش موجودة بالموازنة فا يعني انا بقلك ان الاصلاحات متل ما قلنا انه العنون اللي عم بيطالبوا فيه هو يغطي الطبيب ولكن ما بيقرب على المريض كمان هون يعني الاصلاحات ما بشفته انا بتضمن بشكل ملموس النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي يعني بتحكي فيهم كشعارات نعم شعارات فطفادة طبعا بالحديث عن الموازنة يعني اليوم مجلس الوزراء عم يدرس موازنة 2023 يعني لم يكن من الاجدار اجدار انه يدرس موازنة 2024 اللي هو مفروض بالبدء فيها يعني بعد شهر تقريبا يعني اذا بيك تحكي على المفروض موازنة 2023 لازم تنقر بمكسيموم اخر يوم بسنة 2022 يعني لحد هلا ما اقرد يعني مأخرا لحد هلا 8 شهر وقطع حساب ما فيه اللي هو الزام دستوري يعني اذا بدك شو اللازم لازم اليوم لو كنا نحنا بظروف عادية او بدولة طبيعية اه مفروض انه الدولة هلا يعني الحكومة تكون باي مرحلة هلا مفروض تكون عم بتقر مجلس الوزراء موازنة 2024 نعم بشكل انه تتحول على مجلس النواب قبل اخر ايلول يعني قبل دخول فصل خريف لحتى مجلس النواب يدرس موازنة 2024 اعتبارا من دور التشرين الاول اللي هي مخصصة دستوريا للموازنة بقى شو فيه اديه فيه تأخير ما فيهم هلا يجوا يدرسوا موازنة 2024 او لم تقرر 2023 فازلا من حيث التأخير فيه تأخير كتير هاي ده احد العيوب بس العيوب الاكبر هو مضمون لموازنة شو الموازنة اللي وارداتها رسوم ونفقاتها رواتب وثالثا التقديرات مننا اكيد مزبوطة يعني بحطولك ارقام على الرواتب بيجي بعدين الالتزامات اكبر فالمالية العامة كارثة والمالية العامة كارثة بسبب سوء ادارة مالية الدولة من سنين من سنين نعم هل الدكتور غسان عياش يتفق مع فكرة انه القطاع الخاص حافظ على جزء كبير من الاقتصاد اللبناني والازمة فقط بتقتصر او بتنحصر بالقطاع العام ايه القطاع العام هو مصدر المشكلة بس اخر شي رمى كل الاعباء على القطاع الخاص نعم يعني بالمشاكل اللي فيها الدولة انه اول شي الدولة ما عم تساهم بالنمو الاقتصادي لانه ما عندها اعتمادات لحط نفقات استثمارية وتانيا الفوضى بالمالية العامة اوكي وبعدين زيادة المديونية زيادة العجز وزيادة المديونية كل هايدي اعباء من القطاع العام اثرت كتير على عمل القطاع الخاص والقطاع الخاص بالربنان يعني يعول عليه يعني يعول عليه كتير انه طبعا القطاع الخاص تفكيره شوي متل ما بقوله ميركنتيلي او ليبرالي متطرف نعم يعني بده يقبل القطاع الخاص كمان انه فيه له دور كبير واسهام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي دكتور عيش يعني قبل الختام ما السيناريوات المقبلة للدولار هل يعني خاصة انه يعول على نجاح الدكتور بنصوري برأيك هل سنشهد ارتفاع او انخفاض او انه يعني بقاء الدولار كما هو عليه وهو عتبت اتمنى وتمانين الف يرق يعني انا بقول انه الدكتور بنصوري اعمل شغلي كتير مهمة كرس بعض المبادئ الضرورية واللي كان مفروض يبتنزل فيها مصرف ابنان من زمان نعم وهي عدم اقراض الدولة واذا بده يقرضها ضمن القانون وبإطار شرعي وعدم استنزاف ما تبقى لدى المصرف المركزي من اموال بالعملات الاجنبية طيب هلأ هول مبادئ كرسة وان شاء الله انه يقدر يعني يتعرض ضغوط سياسية كتير كبيرة بس ما نحلت المشكلة بعد لأن المشكلة اللي هي تضخم واللي هي البطالة واللي هي الفقر هول هايدي امور الدولة بده تعمله مش بيقيد البنك المركزي نعم مش البنك المركزي مش بيقيده يعمل كل شي نعم يعني أنا بيتحمل الجزء الأكبر الدولة اللبنانية نعم نعم يعني أنا بتشكر حضورك نائب حاكم مصرف الزم السابق غسان عيش ما تنسوا اتبعونا على منصات موقع اللبنان الكبير فيسبوك تويتر انستغرام ولمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب ما تنسوا سبسكرايب انتظرونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وضيفة جديدة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة